موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين في هذه النشرة الأخبارية نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية شدد الواء ركن أحمد عبدالله تركي محافظ محافظة لحجة على المتابعة الحثيثة من قبل مدراء عموم المرافق الإيرادية لتفعيل العمل الإيرادي بشكل أفضل مؤكدا أن الإيرادات ستصب في تنفيذ خطط التنمية والمشاريع الخدمية التي تحتاجها المحافظة جاء ذلك خلال افتتاح المحافظة فروع مكاتب الضرائب والواجبات والأشغال العامة وصدوق النظافة في منطقة اللحوم بمدرية التوبن وطلع المحافظ على سير العمل في الفروع واجه بسرعة توفير الاحتياجات الضرورية لسير العمل بشكل مطلوب وشدد المحافظ على أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومتابعة العمل بشكل يومي والتنسيق المشترك بين المكاتب الإيرادية في المحافظة أقرت اللجنة الفرعية للمناقصات والمزايدات بمحافظة الأحجة في اجتماعها برئاسة المحافظة لواروكن أحمد تركي إعادة الإعلان عن أربع مناقصات عامة لمشاريع خدمية بمدرية المسيمير في مجالات الإدارة المحلية والصحة والمياه وطرق الرصف الحجري وشدد المحافظ على ضرة استيفاء المقاولين المتنافسين في هذه المناقصة للشروط القانونية وإجراتها النظامية ومعاييرها الفنية الهندسية الدقيقة وأقر الاجتماع وضع اللجنة للتكاليف الخاصة بإنشاء المشروعات لاستلام عطاءات الشركات المتقدمة في غضون 15 يوما من بدء نشر الإعلان وجه محافظ حضر موت مبخوت مبارك بالماضي باعتماد مشروع تعميق مدخل وحوض ميناء للصيادة السمكي بالشحر بعد استفاءة الجوانب الفنية والقانونية ونقش المحافظ مع وكلي المحافظة أمين باروزيق وفهم باظاوي الدراسات الخاصة بالمشروع الذي من شأنه أن يسهم في تسهيل عملية دخول القارب الكبيرة وتصوية حوض الميناء من الرواسب وحركة السفن مما سيساعد في تشغيل الميناء ورفع وطيرة التنمية في المديرية كما وجه المحافظ بإعداد دراسة شاملة لتحسين وتطوير هيئة مستشفى بن سيناء المركزي بالمكلة والاستعانة بالكفاءات المختصة بما يسهم في تحسين الهيئة وتطوير الخدمات الطبية فيها وذلك بوصيها نواة للقطاع الصحي في المحافظات الشرقية جرى بمدينة المكلة بحضور محافظ حضر موت مبخوت بالماضي التوقيع على اتفاقية رعاية منح الطلاب الدارسين في المجلس الإمني للاختصاصات الطبية فرع المكلة الاتفاقية وقعها رئيس المجلس الإمني للاختصاصات الطبية فرع المكلة دكتور عامر سالمين بالعفير والمدير التنفيذي لمؤسسة نهد التنموية إبراهيم جمعان تقضي بمساهمة مؤسسة نهد في رعاية 27 طبيبا وطبيبة بتقديم الرسوم الدراسية لهم في الزمارة اليمنية لمدة خمس سنوات في ثمانية تخصصات واشهد المحافظ بالماضي بمساهمة مؤسسات المجتمع المدني في دعم رعاية قطاعية الصحة والتعليم وثنيا على تبني مؤسسة نهد التنموية لمشاريع تخدم المجتمع وعلى وجه الخصوص في القطاعات الحيوية كما جرى تقديم عرض للدراسة الميدانية التي أعدتها المؤسسة وتهدف لتحديد تخصات العلمية المطلوبة وفق الاحتياجات المجتمع المتجددة لتحقيق مؤامة بين مخرجات الجهات التعليمية بمختلف درجاتها العلمية مع متطلبات قطاع العمل التقى وكيل محافظة حضر موت عامر العامري بسيئون المبعوث السويدي الخاص لليمن السيد بيتر سيمنيبي والوفد المرافق لها الذي يزور وادي حضر موت حاليا جرى في اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد هشام السعيدي مدير عام مكتب وزارة الخارجية سالم بالفقيس سعراض الأوضاع وجهود السلطة المحلية في التغلب عليها وفق الامكانيات المتاحة وعطى الوكيل العامري صورة موجزة عن الأوضاع التي يشهدها وادي حضر موت واحتضانه لجميع أبناء الوطن معربا عن أمله في أن تسفر هذه الزيارة في تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطوير مستوى الخدمات في المرافق الرئيسة من خلال تفعيل أنشطة المنظمات الإنسانية من جانبه أكد المبعوث السويدي حرص حكومة بلاده على إنهاء معاناة الشعب اليمني من خلال دعم الشرعية وتحقيق السلام اختتمت بمحافظة أبيان الدورات التدريبية لمجتمعات الصيد بالمحافظة في إطار بناء القدرات للجمعيات التعاونية السمكية ضمن المشروع المتكامل الذي نفذ بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبشاركة مع الهيئة العامة للمصائد السمكية بخليج عدن بمشاركة ثمانين متدربا ممثلون أربع جمعيات تعاونية سمكية من مجتمع الصيد في الشيخ عبد الله والشيخ سالم الكود ودغلان وأشهد وكول محافظة أبيان أحمد ناصر جرفوش بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة وتنفيذ هذه الدورات الهامة التي يحتاجها الصيدون كونها دورات تخصصية تطبيقية أكثر مما هي نظرية من جهتي أشهد أشار مدير عام الهيئة العامة للمصائد صادق حمامة إلى أهمية استفادة المشاركين من هذه الدورات التدريبية وتطبيق ما استفادوه من هذه الدورات على الواقع الأمر الذي سيعزز من بناء قدرات الجمعيات التعاونية السمكية إلى ذلك يطلع وكول محافظة أبيان أحمد ناصر جرفوش ومعه مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية صادق حمامة على الأضرار التي لحقت بقوارب ومكائن صيادي جمعية الشيخ عبدالله بزنجبار جرى الأمطار والعواصف الشديدة التي ضربت زنجبار فجر أمس حيث استمعوا من عبدالله سميح محروس رئيس جمعية الشيخ عبدالله إلى شرح حول الأضرار التي لحقت بمكائن وقوارب الصيادين وأكد جرفوش على ضررة حاصر الأضرار ورفع كشف بأسماء الصيادين الذين تضررت قواربهم خلال اليومين القادمين داعيا وزارة الثورة السمكية والجهات المانحة لتقديم كل أشكال العوني والمساعدة للصيادين المتضررين في منطقة الشيخ عبدالله تم بالمركز الرئيس لصندوق صيانة طرق الجسور في عدن توقيع عقد المرحلة الثانية من مشروع التدخل الطارق لإصلاح أضرار السيول في الجسور السطحية لطريق معين موديا المحفد بمحافظة أبيان وشار المهندس معين الماس إلى ضرورة الانتزام ببنود العقد والعمل على يرأي تدخل الطارق لمعالجة الأضرار التي أصابت الطريق بحسب المعايير الدولية المتعارفة عليها ويشهد طريق أمعين المحفد المرحلة الثانية من الإصلاحات الطارقة لجسور السطحية المعلقة التي تضررت نتيجة لتدفق سيول الأمطار في المنطقة خلال شهر مارس المنصر بدأت في عدن الورشة الخاصة بتتشين مشروع بناء القدرات المؤسسية الذي تنفذه شركة ميتا ميتا للتدريب بتمويل من البنك الدولي وإشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع اليونيبس بالتنسيق مع مركز العلوم والبيئة بجامعة عدن وبمشاركة صندوق صيانة الطرق الجسور ووحدة تنفيذية للمشاريع الدولية ووحدة تنفيذ المشاريع الحضارية للمياه الصرف الصحي وتناولة الورشة التي حضرها الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن والمهندس معين الماس رئيس مجلس دارة الصندوق صيانة الطرق الجسور ورمسيس يونس من مكتب اليونيبس مهندس المدينة لمشاريع عدن ونحج وأبيان والضالع وتعز أشار رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور إلى أن المشروع جرت مناقشته في الفترة السابقة لتكون جامعة عدن مشاركة في الإعداد والتجهيز لعمل التثقيف والتوعية لكثير من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالبيئة من خلال كوادرها الفنية متمنياً استمرارية العمل مع جميع الشركاء والمساهمين في المشروع دشن مدير عام مدرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن سام وعاوية العمل في مشروع رصف وسفلتة الأجزاء المتضررة من شارع باطويل الممول من السلطة المحلية بالمدرية ويتضمن المشروع ووجه مدير عام الشيخ عثمان الجهة المنافذة سرعة تنفيذ أعمال المشروع أفقى للمواصفات الأندسية والمدة الزمنية المتفق عليها والمحددة بثلاثة أشهر مشددا على ضررات تنسيق بين الجهات المعنية بالمشروع وتحديد مسؤولية الصيانة الدورية والطارية للتمديدات الخدمية ونوها معاوية إلى همية المشروع الذي سيسيمه بشكل كبير عند إنجازه في تسهيل حركة المرور وتحسين الخدمات نهيك إلى إبراز الشارع بمظهر جمالي اللائق تفقد مدير عام مديرية حبيل جبر بمحافظة لحجة بديع القطيبي ومعه القائم وعمال شرطة مدير شرطة المديرية عبد الحافظ الزوقري أعمال مشروع صيانة جسر بنا المعلق والممول من صندوق صيانة الطرق الجسور المكتب الرئيس فرعدن وعرب القطيبي عن سعادته بهذا المشروع الحيوي لهم الذي انتظره الناس كثيرا مشيرا إلى أن صيانة هذا الجسر المعلق الاستراتيجي هي الأولى منذ إنشاءه في ثمانيات القرن الماضي عبر شركة نظم مكتب وزارة التربية والتعليم بساحة لحضر موت ورشة عمل بعنوان تحليل سوات وذلك في إطار الاستعداد لوضع الخطة الاستراتيجية للمكتب وفي الورشة أوضح الأستاذ فواز الفخري مدرب التفكير والتطوير القيادي أن تحليل سوات هو طريق لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص وكذا التهديدات عند وضع أي خطة استراتيجية منوه إلى أن ما يميز تحليل سوات ودراسة الوضع قبل أن انغماس في التخطيط والتنفيذ بهدف تفادي الوقوع في الأخطاء غير الضرورية الناجمة عن ضبابية الرؤية عند أعداد الخطة وحث المدرب الفخري فريقة تخطيط الاستراتيجية على الاستفادة القصوى من محاور الورشة التي ستمكن الفريق مستقبلا من أعداد الخطة الاستراتيجية التي يزمع مكتب التربية بساحة لحضر موت على أعدادها حاليا تمهيدا لتنفيذها مستقبليا فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة مأرب ومنتقى شباب اليمن البرامج التدريبية المجانية الثاني لشباب الفين وثلاثة وعشرين الذي يستدف ألف شاب وشابة من خروجي الثانوية العامة وطلاب الجامعات ويتضمن البرامج الذي يستمر شهرا كاملا حزمة من الدورات القصيرة الهادفة إلى تزيد المتدربين بالعديد من المعارف والمعلومات التي تساعدهم في اتخاذ القرار وتكسبهم مهارات تساعدهم في سبل العيش مدير عام مكتب الشباب المحافظة علي حشوان مدير عام الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية جمال الجعفري على أهمية تضافر كافة جهود رسمية والأهلية والمنظمات غير الحكومية في رعاة وتهيل الشباب وتكامل أدوارها لبناء قدراتهم وتأهيلهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة التي تمكنهم من صناعة المستقبل والإسهام الفاعل في التنمية وإعادة الإعمار والوصول إلى الأهداف المشهودة اختتمت بمدينة المكلة الدورة التدريبية لإعداد المدربين ضمن مكون تعز الحكم المحلي في تعافي قطاع التعليم التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنماء بالتعاون مع منظمة السول للتنمية بالتمويل من الاتحاد الأوروبي ذلك بمشاركة 75 كادرا تربويا من مدريات المكلة والشحر وغير البوزير بالتنسيق مع وزارتين الإدارة المحلية والتربية والتعليم والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت وتهدف إلى أكساب المتدربين مهارات تدريبية احترافية تؤهلهم ليكونوا مدربين متميزين ومعتمدين من كوادر قطاع التربية والتعليم اختتمت بمدينة سيئون دورة تدريبية في الإطار المرجعي لإشراف التربوي ضمن مكون تعزي الحكم المحلي في تعافي قطاع التعليم في إطار مشروع تعزي المرونة المؤسسية والاقتصادية وتلقى 75 مشاركة لمشاركة مثلنا موجهين ومشرفين مدراء ومشرفي مدراء الأقسام بإدارة التربية مدريات سيئون وتريم القطن على مدى ستة أيام العديدة من المحاور المتنوعة في مجال الإشراف التربوي بما يسيم في النهوض بواقع التعليم وللارتقى به إلى مستويات أعلى من خلال تنفيذ البرامج والمدرات الهادفة إلى تطوير الخطط بناء على تقييم احتياجات موظفي التعليم على المستوى المحلي والوطني ناقش اجتماعا بإدارة التربية والتعليم بمدرات رخية بوادي حضر موت الترتيبات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد وسأرض الاشتماع برئاسة القائم بأعمال مدير إدارة التربية بالمدرية الأستاذ السالم بن غانم الرؤى والتحضرات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد والتنقلات وخطة توزيع الكتاب المدرسي وألية مواجهة الصعوبات والتحديات في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد وخلق بيئة مناسبة للعمل في الميدان التربوي والحفاظ على استمرارية التعليم باعتباره مسؤولية وطنية كبيرة تقع على عاتق الجميع أقامت المؤسسة الطبية الميدانية بالعاصمة المأقة تعدن ورشة عمل استعراض نتائج دراسة المعارف المواقف والممارسات حول التحصيل وصياغة الرسائل التوعية للمجتمع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وسأرضت المدير العام التنفيذي للمؤسسة الطبية الميدانية الدكتورة مهى عبادي عمل المؤسسة وشراكتها مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في تنفيذ المشروع الأهمية التي احتلها المشروع في نشر الوعي الصحي وتحصين الأطفال ووقايتهم من الأوبئة ومنها الحصبة من ناحية أكد مدير العام المركز الوطني للتطقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة الدكتور عارف الحوشبي أهمية الرسالة الإعلامية في خلق وعيا إيجابي موجهة تجاه القضايا الصحية أو في مقدماتها قضايا تحصين لافتا إلى ضرات العمل على تكامل جهود لتعزيز المفاهيم الصحية السليمة بين موساط الشرائح الاجتماعية المختلفة افتتحت الجمعية الكويتية للغاثة الثانوية عبد الرحمن قحطان بمديرة الأبعو سيافع في محافظة الأحجة بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وتأثيثها وفي الافتتاح شكر كل من المهندس محمد منصور مدير عام تنفيذ وتصميم المباني المدرسية في وزارة التربية والتعليم والأستاذ فهمي بجاش مدير إدارة التربية والتعليم في لحجة دولة الكويت على هذا الدعم المقدم منهم في عادة صيانة تأثيث ثانوية عبد الرحمن قحطان بعد أن سبق أن بنتها الكويت في سبعينيات القرن الماضي مؤكدين على ضرات تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تحمل طابع الاستدامة الدائمة ومن جانبه أشار المهندس عاد المختار مدير المشاريع والبرامج بالجمعية الكويتية للإغاثة أن افتتاح ثانوية عبد الرحمن قحطان يأتي ضمن حزمة من التداخلات الإنسانية في قطاع التعليم ومضيفا أن المشروع شمل إعادة ترميم القاعات الدراسية والإدارية بالإضافة إلى توفير الأثاث المدرسي والإدارية حضر الافتتاح العميد عبد الفتاح الصلاحي مدير عام مدرية لبعوس الأستاذ عالوي الصلاحي مدير إدارة التربية والتعليم بالمدرية اختتمت بمحافظة أبين أعمال الدورات التدريبية لإدارة المستشفيات المرحلة الثانية التي تسادف المدراء غير الماليين في مستشفيات زنجبار وخنفر وأحور ولدر وهيئة مستشفى الرازي نحو تعز وتقوية النظام الصحيب الشراكة مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وفي ختام الدورة أثناء الدكتور صالح الثرم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان على انضباط المشاركين وأداء الطاقم التدريبي في تلقين المعارف وإصال المعلومات للمتدريبين حول الإدارة المالية ودورها في تقديم الرعاية الصحية ونظم التمويل الصحي ومنظومة التمويل الصحي الشامل في بلادنا وكيفية إعداد الموازنات في القطاع الصحي متمنيا أن تسهم هذه الدورات في تطوير وتحزين الإرادات في النظام الصحي الحكومي وإدارة رأس المال العامل وكيفية إجراء التعاقدات وفقا للقانون اليمني سلمت وزارة الشباب الرياضة مثلتا بقطاع المشاريع والاستثمار موقع مشروع تعشيب ملعب نادي الصمود الرياضي بمحافظة الضالع إلى الشركة المنافذة بتكلفة إجمالية قدرها 419 مليون ريال يمني بتمويل صندوق رعاية الشباب وخلال عملية التسليم بارك وكل محافظة الضالع محسن بيبك لقيادات السلطة المحلية في الضالع وأبناء المحافظة جميعا عملية البدء في فرش أرضية الملعب في ظل حرص معالي وزير الشباب الرياضة نايف البكر واهتمامه ودعمه لمشارع البنى التحتية في الضالع كما تفقد الوكيل بيبك الصالة الرياضية المزمع تعهيلها خلال الفترة القادمة بالشراكة مع السلطة المحلية بمحافظة الضالع حضر التسليم الوكيل المساعد بالوزارة سعد العمري ومدير عام المشاريع صادق النجدية ومدير عام الدراسات البحوث مازن محسن نهاية نشرة الأخبار المحلية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية شكرا لطيب المتابعة للقاء شكرا لطيب المتابعة للقاء شكرا لطيب المتابعة للقاء اشتركوا في القناة